دكتور ضيفي في الستوديو يبدو أن هناك من يدير صراع الكتلة الأكبر في داخل البيت الشيعي وتسمية رئيس الوزراء هل هو الصدر الذي يتصدر الانتخابات البرلمانية؟ هل هي إيران ومرجعة قم الإيرانية؟ هل هو علي السستاني المرجعية الدينية في النجف؟ أم الولايات المتحدة الأمريكية التي معروف أنها مهندس اختيار الوزرات ورأساء الوزرات منذ 2003؟ وثلاث نعم مختصر بما تفضلت بحضرتك هي منقسمة إلى اثنان ومن أهمهم ما موجود على الساحة العراقية هي أمريكا في اليمين وإيران في الشمال تجاذبات دولية إن صح التعبير هنا تجربات دولية؟ تجاذبات دولية وتجاذبات دينية أيضا النجف والقم طيب إذا كان تجاذبات دينية بين النجف وقم طبعا النجف هو مكمل إلى قم يفترض أنها مكملة إلى قم كمرجعية لكن هم يريدون بأن يقضوا على شيء اسمه المرجعية الدينية في قم وليبقوا على المرجعية الدينية في النجف ذلك من خلال السيد السستاني الأستاذ الدكتور حسين الشمري تذكر بأنه تتقاسم السلطة تتقاسم القوى السياسية هذا يعني بأن موضوع المحاصصة سيبقى سيبقى مضوط كما هو عليه بل إن حدث هذا وسيحدث سيؤجج من الوضع السياسي الفتاك الذي سيؤدي إلى دمار العراق والعراقيين أكثر من ما هو عليه الآن وليس منذ فترة الآن هذا بمعنى أين كلام حيدر العبادة أين كلام مقتدى الصدر أين كلام الباقيين ذكر أيضا بأنهم خدم للعراق أو خادمون للعراق أنا أقولها لم يكونوا خادمون للعراق لم يكونوا خدما للعراق هم أعلنوا بأن ولاؤهم للبلد للوطن خادمين للوطن أي الوطن يقصدون أنا أقولها لك وبصدق ومن هذا المنبر هم ولاؤهم ويخدمون أسيادهم الإيران في إيران وفي أمريكا طيب المعادلة الأمريكية الإيرانية الآن نعلم كلنا الخلافة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيرانية ربما ينعكس ذلك على المشهد الداخلي في العراق مصادر قالت بأن الولايات المتحدة لن ترضى سوى بحيدر العبادي مرشحا لرئاسة الوزراء أين كان حجم الكتلة أو التحالف من سينضم من سيخرج إيران أيضا ربما تدعم وجود رئيس كردي لمقتضايات أخرى خاصة بالاستقرار والأمن هل يمكن أن نضع ذلك ضمن السيناريوهات المطروحة إيران ربما صفقت موالا لمجموعة من الأكراد مقابل رئاسة الوزراء هذا شيء وارد وطبيعي جدا موضوع أنه دعمهم للرئاسة الكردية هذا صراحة سيدتي الفاضلة موضوع الرئاسة للأكراد هذا شيء محصوم لأن الدستور الآن أو المعدل كما هم صاغوه رئاسة الجمهورية للأكراد الرئاسة الحكومية للأخوة الشيعة ولكن الكردي شيعي لا ليس هناك لم يكن هناك كردي شيعي يعني لا يشترط الدستور أن يكون الكردي شيعي؟ لا فقط من الأكراد إذن لماذا تدعم إيران وجود أكراد؟ تدعمهم؟ لماذا تدعم إيران ربما أن يكون رئيس الوزراء من الأكراد؟ لا يمكن أن يكون هناك صفقة بالفعل من أجل تلك ترسيم الكتل الشيعية في الداخل العراقي منها كردي شيعي ربما لتحقيق الأمن والاستقرار سيدتي الفاضلة بالنسبة للانفصال الإيراني الخاص بالأكراد؟ الدعم فقط سيكون لربما ولا نقولها صلاحة الدعم مادي سيكون للأكراد هذا لأنهم سيضغطون عليهم ويؤيدون مطلب إيران في اتخاذ هل هذا سبب يغازل الصدر؟ ربما الأكراد مؤخرا في خطابه الأخير؟ ولماذا لا نقول بأن الأكراد هم من غازلوا؟ الأكراد هم من غازلوا الصدر ما هي المصلحة المشتركة بينهم؟ مؤكد مصلحة المشتركة ما بينهم ولذلك هم متفقين على أن يكون حيدر العبادي هو الأنسب لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة حيدر العبادي هو رئيس الوزراء في المرحلة القادمة؟ هم يريدون ذلك الأكراد أيضا الأكراد يريدون بأن يكون حيدر العبادي رئيس الوزراء في المرحلة القادمة لأنهم وبعد أن لقضوا الاتفاق ما بينهم وبين دولة القانون وبعض المسميات الأخرى لأنهم أيقنوا بأن المواطن الكردي حاله حال العراقي الموجود في شتى أنهاء العراق يرفض تماما استلام دولة القانون لرئاسة الوزراء لذلك هم يخوضون وبشتى الطرق أن يستحوذوا كل ما هنالك موجود من الأخوة في الكتل السياسية الموجودة من العرب وغير العرب سواء من السنة ومن الشيعة على استقطاب الأكثر طلبا وهو السيد حيدر العبادي